السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة ناني كويزين اليوم في هذا الفيديو سوف نحضر خبزات من حجم صغير بأربع أنواع ديال الدقيق بشوية ديال الخميرة البلدية ونزينوهم على هذا الشكل هذا الخبز ممكن نحضره للعديد من المناسبات وممكن نتناولوه بشكل يومي سوف نبدأ على بركتي الله في تحضر الوصفة عندي هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز سوف نضيف لها معلقة صغيرة ديال العسل إلا ما عندكم ش العسل ممكن تستعملوا شوية ديال السكار وما أدافي سوف نحضر هذه الخميرة تتفاعل وبالنسبة للدقيق سوف نحتاج لهذه الوصفة ميتين وخمسين جرام من دقيق ديال الفينو أو السميد سوف نحتاج كذلك ميتين وخمسين جرام ديال دقيق ديال الشعير سوف نحتاج ميتين وخمسين جرام ديال دقيق القمح بالنخالة ديالته ومن طبيعة الحال ميتين وخمسين جرام ديال الدقيق الأبيض بشهد العجينات جيناء خفيفة سوف نخلط هذه المكوينة جيدا سوف نضيف لهم تقريبا ما بين ثلاثة حتى الأربعة ديال المعالقة دقيق ديال الخميرة البلدية بالنسبة لطريقة تحضير ديال الخميرة البلدية سوف نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وحتى المقادير اللي استعملت لهذه الوصفة سوف نتلقاهم مكتوبين في صندوق الوصف ونضيف معلقة كبيرة ديال الملحة ما يعادي لعشرين جرام ونضيف نوك الخميرة اللي وجدنا من قبل ونخلط هذه العجينات جيدا العجينات ضروري تكون انها خفيفة لان دقيق ديال القمح والدقيق ديال الشعير تشربوا بزاف الماء وخاصة العجينات تكون خفيفة وبنسبة القياس ديال الماء في هاد الكيلو ديال الطحين اللي استعملت انا استعملت 650 مليلي لتر ديال الماء ودلكت العجين مزيان مدة طويلة تقريبا 1-5 دقيق وهي تدور هذه العجينات سوف نطول عليكم في الفيديو باش ما يجيكم ش طويل العجين تيجي على هاد القوام خاصة يكون ضروري يكون خفيف من بعد غدي ندهنها بشوية ديال الزيت وغن ندخل هاد الزيت مزيان في جناب ديالها باش ما تنشفش العجين وغدي نخليها تترتاح تقريبا يضاعف الحجم ديالها ومن بعد نعود نطلقها باش نشوفوا تزيين ديال الخبز وزراري اللي غدي نستعملوا فيه ومن بعد تقريبا 31 دقيقة ها هو العجين خمر غدي ندوزو دابا باش نشكلوه كويرات بالنسبة لقياس ديال الكويرات ديال العجين فكيبقى اختياري انا في هاد الوصفة درت قريبا ما بين 100-120 جرام في كل كويرا صراحة درت خبزات غير صغيرين انتو ما ممكن تشكلوهم بشكل اللي تعجبكم بالنسبة لهاد الكيمياء ديال العجين اللي عندي نقسمتها الى نصفين نصف غدي ندير به خبزات مدورين ونصف تاني غدي نديروهم على شكل دي ميني باقيت وتنقرسهم على هاد الشكل وتنبقى بحلك وتنبسطهم وتنلويهم على بعدياتهم وصفيك نبقى بحلم هاكة تنحر بالفيها بيت ديال باش تتاخد للك الشكل ولا فوق ديال الميني باقيت صراحة تيجيو زوينين تيجيو صغار ما من بعد رغا ديخمروا وغا ديكبروا وشي شوية على هاد القياس وبالنسبة لالتقراس ديالهم فليكنتو تتفضلوا انه لزمال الخبز يكون شوية غليد فخليوه غلد من هاكا بالنسبة للنصف الثاني ديال العجين فتيجيو عليها تشكل غادي نزينوا الوجه ديالهم بزريعة ديال القرعة وهنا عندي زريعة ديال نورت الشمس وهنا عندي شوية ديال البلبولة او دقيق ديال الشعير الحجم ديالو كيكون موية ماشي ماشي غليد ماشي يرقيق وهنا حتاني عندي زريعة ديال القرعة هادو جوج انواع ديال القرعة فيهم جوج دلوان وهنا عندي شوية خليط فيه زنجلان وفيه البابو وفيه زرعة الكتان بالنسبة للطريقة اللي غدي نلصقوا بها هاد زرارة على الوجه ديال العجين فكين عدة طرق يا اما كتديرو غير الوجه ديالهم الفوقاني والتحت كتخليوه ناتيو قبل ما تفندو فتيش حاجة وكيجيو على هاد شكل اما كتسردو العجين كلو من الفوق ومن القدام ومن اللور وتتحطوه بحل ما هاكا وسافيو تيجيو مفندين كلهم لوجه ديالهم من تحتهم الفوق تيجيو بحل هاكم فندين في البلبولة او في الطحين او في الزرارة فهاد شي كيبقى اه اختياري بنسبة لطريقة تزيين لوجه ديال الخبيزات او الاشياء اللي غدي نرافق بيها الخبز الى ما بغيناش يكون ناتيو فهي كثيرة ومتعددة ولكن انا اليوم اختارت لكم زريعة ديال القرعة وزريعة ديال نورة الشمس لانهم حقا فيهم منافع كثيرة وبالنسبة لتزيين ديال الخبيزات فانا تنقطعهم على هاد شكل تنفتح هاد الخبيزات بحل هاكا على هاد شكل انتم ممكن زينوهم بشكل اللي بغيتو وكل واحد يزين على على طريقتو ومن بعد غدي نرش هاد الخبيزات بالمدافي اولا كنستعملوا الماء باش يساعدنا على ان هادوك الزرارع يتبتو وتانيا كي يعطينا واحد اللون موحد للخبز بني تندخلوه الفرن اه طيب وانا غدي نبقى مستمر على هاد طريقة كندير شبية ديال الماء وشبية ديال الزرارع والبلاس اللي بان وليا ما زال ما فيه مش بزاف تاع الزرارع انا صراحة تعجبوني وهاد الخبز رماشي خبز المناسبات هذا خبز يومي كنفطر به كل نهار وتعجبني انه يكون في بزاف ديال الزرارع فتكشي عاش تنشوفني كنزيد الماء وتنزيد زرارع ومن بعد غدي نغطي هاد الخبزات وغدي نخليهم حتى يخمروا تقريبا واحد نصف ساعة او خمسة واربعين دقيقة لانهم هما بادية فيهم الخميرة لانا نحن خمرنا هدي جا اول مرة فما تياخدش الوقت مرة تانية مني سنعودو نخمروه دباها هما يصاروا واجدين انا دخلتهم الفرن كنرشهم بالماء باش يعطيني واحد اللون دوغي كي يجي الخبز زوين وتانيا اني سنرشوهم بالمقبل ما ندخلوهم الفران الخبز تيجي في واحد القرمشة زوينة بالنسبة للصمك ديال الخبزي لك انتو تتفضلوا خبز غليد فبلا ما تقبوه انا اتقبت هاد اللاتة التانية لانها خمرت اكتر شوية من الاولانية وغدي نرش اللاتة التانية احتهيها بالمدافي وغدي ندخلها الفرن اللي مسخن على ميتين وعشرين درجة حرارة وغدي نخلياتها تطهات قريبا لمدة عشرين دقيقة وطبعا مدة الطهي تختلف من فرن الى اخر وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبزات اللي حدرت معكم اليوم صراحة الريحة ديال الخميرة البلدية تجي يا سلام والقرمشة من قوش لكم عليها انتم تتسمعوها صراحة يجيون قرمشين وفي نفس الوقت رطبين من الداخل وصفة صحية وعن جد كتستاهل التجربة نتمنى تكون فغيموا الوصفة ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم وانتمنى تجربوها الى عجبتكم الفيديو بختجل مع الاصدقاء ديالكم الى عندكم شي اسئلة او استفسارات خليوها لنا في الكموتر شكرا لكم دمتم في رعاية الله وإلى فيديو قديم ووصفة جديدة بإذن الله شكرا لكم